طيب تعالوا نشوف مجموعة من الملاحظات على كلام سيء الذكر مع الرئيس الألماني النقطة الأولى زي ما قلت لك أنه الأزمة الاقتصادية في مصر من قبل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية نيجي بقى الموضوع السودان وليبيا هو أنت يا عم سيء الذكر حدودك اشتعلت فجأة في السودان وفي ليبيا يعني هل أنت مثلا كنت حمامة سلام في السودان وفي ليبيا هل أنت مثلا كنت يعني الدولة اللي بتحاول تلم شمل الأطراف المتصارعة في الحدود الجنوبية والحدود الغربية الحقيقة لا أنت في السودان كنت داعم لعبد الفتاح البرهان والإمارات اللي هي المفترض حليفك الأقوى إقليميا كان داعم لحمدتي وانت في الآخر تخليت عن البرهان ولم تدعم البرهان لا بالسلاح ولا بالمال ولا بأي حاجة خالص وصيبه يواجه مصيره مع الإمارات اللي بتدعم حمدتي وبالتالي أنت في السودان لا أنت في السودان ما كنتش حمامة سلام ودورك كان دور سلبي جدا عمق جذور الأزمة بشكل كبير جدا مخابراتك العامة كانت موجودة في السودان من أيام الحراك اللي أطاح بالبشير وبعده وكان فيه مجلس انتقالي وكان فيه مش عارف مجلس السيادة ومكون مدني ومكون عسكري وأنتم انحزتم للمكون العسكري على حساب المكون المدني وبعد انحيازك للمكون العسكري رحت في صف البرهان ضد حمدتي الإمارات وقفت مع حمدتي أنت معرفتش تعمل حاجة فأنت في السودان ما تجيش تشتكي إن حدودك مشتعلة أنت بتتحمل جزء كبير من المسئولية عما يجري في السودان لم تستخدم أوراق القوة ولا أوراق النفوذ ولا أي حاجة خالص طيب الجزء الثاني في ليبيا انت من اللحظة الأولى لوجود خليفة حفتر اتكلمت عنه أنه هو الجيش الوطني الليبي اتكلمت عن حكومة الوفاق قبل كده أن هي إخوة مسلمين وأنهم ما كذا بعدين لما دخلت تركيا اشتبكت معاهم وعدت تقول خط أحمر وصرته الجفرة كان انحيازك واضح جدا لخليفة حفتر ولا زال استقبلته أسامة حمد رئيس الحكومة اللي هو حفتر معينه فأنت في ليبيا أصلا كنت سبب في إشعال الموقف مش في التهدئة مش في لم الشمل مش في أنك تجمع القبائل وتجمع الأطراف السياسية المتناحرة في الداخل الليبي وبالتالي لما تيجي تتكلم عن ليبيا ما تطلعش نفسك ملاك أنت نكنش بيبيع سبح الصورة كانت واضحة أنت نظامك وسياساتك الخارجية تجاه ليبيا والسودان تتحمل جزء كبير من استمرار الأزمة في كلا البلدين فإدعائك أن أنت ضحية حتى شوف الحدود هنا شوف الحدود هنا ما هو أنت عملت إيه عشان الحدود هنا وهنا فدي نقط نكمل ونرجع لموضوع اللاجئين والمهاجرين طيب السيسي الحقيقة دايما بيتكلم على موضوع التسعة مليون ضيف هو ما قالش النهاردة لاجئ إعلامه أحيانا بياخدوا الموضوع ويتكلم على اللاجئين وعلى التسعة مليون لاجئ الأرقام يا جماعة بحسب مفاوضية اللاجئين حتى 26 أغسطس 2024 عدد اللاجئين المسجلين داخل المفاوضية في مصر حوالي 469.664 لاجئ طيب ده الرقم اللي المفترض بموجة باتفاقات كثيرة مصر بتدعمه بشكل أو بآخر طباقي الرقم هو قال تسعة مليون التمانية ونص ضيف أو مهاجر هم الجماعة دول عالة على المجتمع المصري هم الجماعة دول هل النظام المصري بيصرف عليهم الحقيقة لا الحقيقة انه لا الحقيقة ان الناس دي منهم مستثمرين بيدخلوا مليارات واتكلمنا عن ده قبل كده عن الاستثمار السعودي من الناس اللي جايين سعوديين يشتغلوا من السوريين تحديدا السوريين من السودانيين كمان من العراقيين في ناس كتيرة جدا من الناس دي جاي معها فلوس استثمروا فتحوا مصانع فتحوا شركات فتحوا محلات وظفوا عندهم مصريين فبيحلوا مشكلة البطالة بيدخلوا عملة للبلد وفي نفس الوقت بيدفعوا درايب فالجماعة اللي انت دايما بيتبيع للأوروبيين ان عندك تسعة مليون واحد انت مش بتصرف عليهم انت بتصرف على جزء اه بتقدم خدمات لجزء صحيح لكن هل انت موازنة الدولة متحملة مصاريف وتكاليف معيشة التسعة مليون ضيف الحقيقة لا يا جماعة ما حصلش الكلام ده بالورقة والقلم ما حصلش بالارقام الرسمية ما حصلش فده للمرة الالف ادعاء كاذب من عبدالفتاح السيسي هيجي مجموعة دلوقتي من الشباب اللطيف لدموم خفيف يقولك لا هو الالف ده غير دقيق هو الرئيس السيسي قال التصريح ده سبع مرات مش الف ويعملوا لي منشنو بتاعه شباب لطيف يعني بيأكلوا عيش ومشوراهم حاجة فبيحاولوا يبسطوا فتمام قالها للمرة الالف ده تعبير مجازي او كناية او استعارة لمؤخذة مكنية في اللغة العربية طيب نيجي نكمل ونشوف سيء الذكر كمان قال ايه النارد نظام السيسي قال كمان او السيسي تكلم من رده على سد النهض قال ايه في سد النهض قال لك ان احنا رايحين عايزين اتفاق قانوني ملزم جميل او هو السيسي لما وقع على وثيقة المبادئ في مارس 2015 مضى على ايه يا جماعة يعني مين اللي وصلنا للقصة دي مين اللي وصلنا لفكرة سد النهضة والمشكلة اللي حصلت مش اخينا ده لما راح وقع على الوثيقة بتاعة المبادئ طبعا اللي وقف في الصورة ده جماعة المستشار اولاف شولتس انا اسف يعني ده مش الرئيس الالماني اللي كان مع السيسي النهارد ده السيسي والاف شولتس الرئيس الالماني واحد تاني خالص غير اللي في الصورة بس الزمل يعني بما ان اولاف شولتس هو المستشار الالماني فهو الشخصية الاهم فحطوا الصورة لكن انا بعتذر لحضراتكم المفترض كان يبقى في الصورة الرئيس الالماني ده المستشار الالماني طيب اللي بعد كده هو بيطلب من غز من المانيا انها تتدخل هي اوروبا عشان غز لكن حيانا المانيا هي تاني اكبر مورد للسلاح لاسرائيل بعد واشنطن وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية المانيا دعمة بقوة لجيش الاحتلال الاسرائيلي فايه اللي ممكن تعمله لغزة فدي برضو نقطة مهمة جدا النقطة اللي بعد كده هو اوروبا المسؤولة عن عدم القدرة على ايصال الغداء والدواء وانقاذ اهل غزة معلش يا جماعة النقطة دي مهمة اوي ان احنا نفتكر بعد 7 اكتوبر ايه اللي حصل يعني المانيا بينها وبين غزة كام الف كيلو كام مايل والله لو الزمنة دلوقتي في الجالري يقولولي كده المسافة ما بين المانيا واقطاع غزة كام كيلو المسافة ما بين الدول الاوروبية وغزة كام كيلو والمسافة ما بينك وما بين غزة كام متر انت من 7 اكتوبر ارتضيت انك تكون نظام ام معا تكون نظام عرة تكون اخترت تكون نظام مهزة اخترت اتضace باردتك انك ما تستخدمش اوراق القوة لا الديبلوماسية ولا السياسية ولا الاعلامية ولا الشعبية اخترت انك تستنى الاذن من اسرائيل وامريكا اللي تعلن ان المعبر مفتوح دخل يا ابني مساعدات ما اكبرتش اسرائيل ولا مرة على انك تدخل مساعدات من اليوم الاول هنا وفي كل مكان كل الناس كانوا بتقولك ايه ينسى بالمسافة موسعه امريكا انه بالمسافة كام كام。ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك.ك. المساعدات النهاردة بعد سنة جاي طعاية لأوروبا وتقول لهم لازم تضغطوا عشان أوروبا مين اللي هتضغط ما أوروبا اللي بتوديله سلاح يا ابن هتضغط إزاي يعني عشان تدخل المساعدات فأمر الحقيقة كان غريب جدا إنه بيطالب الرئيس الألماني إن أوروبا يكون لها دور في إدخال المساعدات لكن آخر حاجة الحقيقة وهي اللي بدأت بيها هي قصة الشخصية الساحرة أنا يعني ما مرش علي قبل كده رئيس بيقول لرئيس تاني أنت شخصيتك ساحرة غير ترامب لما قال السيسي جزمتك حلوة قوي يعفى الفتاح